شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المواقفة نهائيا على مشروع قانون بتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وأيضا مشروع قانون بشأن منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج كما شهدت الجلسة استعراض عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي بداية الجلسة أحال رئيس مجلس النواب ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وأيضا مشروع قانون بشأن منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج كما وفق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعريفة الجمركية وخلال الجلسة تم استعراض عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وقرامة وكذلك حول تسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتوفير كافة الخدمات لذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم النواب ناقشوا كذلك ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات نحن دلوقتي عندنا شباب كتير جدا لسه داخل المدارس وخلاص الأعاقة بتاعتهم معروفة ليه ما يبقاش فيه منظومة كاملة تنشأها وزارة التضامن الاجتماعي مع أيضا وزارة الاتصالات أن كل حد طالب في المدرسة أو طالب في الجامعة معروف الأعاقة بتاعته يبتدين يشتغل على الأعاقات من خلال مؤسسات المجتمع المدني اللي تحت مظلة التضامن الاجتماعي من ناحية أن نحن عارفين موجود محترم مؤسسات كتيرة تحت مظلة حضرتك بتبتدي تشتغل على ملف التدريب والتأهيل فمن صغر الشباب وهم موجودين في ابتدائي وهم كمان في إعدادي وهم في سنوي وكمان في مرحلة الجامعة يبقى فيه عملية يعني إيه سوق عمل أنا بطالب معالي الوزيرة أننا نشتغل مع بعضك كحكومة بطالب معاليك أن يكون في لجنة مشكلة من هيئة التأمين الصحي والاتصالات والصحة وبتشرف عليها التضامن كأم شرعية لأبناءها من زاوي الهمم علشان نعمل قاعدة بيانات واضحة صريحة لكم عدد من أهالينا من زاوي الهمم قدروا يشتغل ونعمل إحصاء ونعمل تدريب لهم علشان نقدر نعلمهم أن هم يصطادوا قبل ما نيجي نتحاسب ونتعلم منهم إزاي نتزيهم علشان يكون التمن العمل هو الحال الكريم الحكومة من جهتها أكدت أنها تضع مصلحة وخدمة المواطنين نصب أعينها فضلا عن توفير كافة الحماية الاجتماعية للمحتاجين وكذلك زيادة عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وقرامة وأشارت الحكومة أنه بالنسبة للتضامن الاجتماعي فقد زادت نسبة الموازنة بنحو 640% خلال الثماني سنوات الماضية لرفع العبء عن كاهل المواطنين مؤكدة أنها تواصل تقديم الدعم للمواطنين على كافة المستويات وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة وتقديم طلبات إحاطة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم تشريعات تسهل عمل الحكومة في أداء عملها موسيقى